السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو قد نخدمه التمرين التالي في درس الترتيب والعمليات X و Y عددين حقيقيين بحيث X محصور بين 2 و 4 و Y محصور بين ناقص 5 و ناقص 2 السؤال هو أضطر ما يلي X زائد 2 و Y ناقص 3 و X زائد Y و X ناقص Y و X على Y نبدأ و نقصر X زائد 2 لدينا أن X محصور بين 2 و 4 القائدة إذا نريد أن نضيفه أو نطرحه عدد إلى تأطير ما سوف نزيد هذا العدد الترتيب لا يتغير بمعناه كان لدينا مثلا هنا أصغر من O و سوف يبقى كذا إذا لدينا X زائد 2 ماهو ؟ نزيدنا X زائد 2 و سوف نزيد جوج التأطير و سوف نزيد X زائد 2 ماذا ما زائد 2 فالوسط نحصنا على الطرف الأيصر نزيد 2 و في الطرف الأيمن نزيد 2 إذا 2 زائد 2 4 زائد 2 X زائد 2 محصور بين ماذا ؟ 4 زائد 2 هي 6 2 زائد 2 هي 4 إذا نزيده أو نقصه عدد في تأطير ما لا يتبدل الترتيب يعني الرمز للترتيب لا يتغير و سوف نزيد نقصه 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 محص الّاقص ثلاثة فهل الطرف الأيصار و و المحص sequished الآمن بكل بسång نديروا يناقص وهكذا نقص نقص görev نقص أصيب يناقص ك slipp إذن Y يناقص ويناقص ما نقص ثلاثة نقص شفر X زائد Y لاحظوا جيدا x محصور بين 2 و 4 y محصور ما بين ناقص 5 و ناقص 2 إذا في هذه الحالة سنكتب x محصور ما بين 2 و 4 و y محصور بين ناقص 5 و ناقص 2 المطلوب مننا نقوم بتعطير و من تحت منه تعطير الآخر سنقوم بx زائد y سنجمع طرف بطرف بدون تغيير الترتيب لأن في الجامعة ما عندنا مشكلة هنا x زائد y سنجمع إذا سنجمع x زائد y محصور بين سنجمع هذا الوسط الطرف الأيصر مع الطرف الأيصر الطرف بطرف إذا 2 زائد ناقص 5 4 زائد ناقص 2 هي 4 ناقص 2 بكل بسط إذا x زائد y محصور بين 2 ناقص 5 هي ناقص 3 4 ناقص 2 هي 2 إذا هنا شنو تعلمنا من إنك نزيدوا شي عادات أو نطرحوا شي عادات من شي تأطير معين لا يتغير الترتيب الثاني إلى جمعنا عددين مثلا x زائد y تأطيرين ندلنا الجامع سنجمعوا طرف بطرف بدون تغيير الترتيب سنجمع سنجمع x ناقص y و x على y عندنا x محصور بين 2 و 4 نكتبه و y محصور بين ناقص 5 و ناقص 2 هنا x ناقص y هذا فرق سنجمع x ناقص y إذا القاعدة كنت تعقلوها إذا قدرنا x ناقص y رغم ما سنجمع 2 ناقص 5 لا سنجمع الطرف الأيصر مع الطرف الأيمن 2 ناقص ناقص 2 و نجمع الطرف الأيمن نجمع الطرف 4 ناقص ناقص 5 وهي x ناقص y محصور بين 2 ناقص 2 وهي 2 زائد 2 وهي 4 و 4 ناقص 5 وهي 4 زائد 5 وهي 9 إذا x ناقص y محصور ما بين 4 و 9 سنجمع الطريقة التي تريد تخدمها هذه هي الطريقة المزيدة سنجمع لاحظوا جيدا عندنا y محصور بين 2 ناقص 5 و ناقص 2 عندنا أعداد سليبة إلا ما قدرتوش تعقلوها الطريقة اللولى اللي أريدت لكم عقلوا على هذه مدما عندنا الأعداد سليبة تخلصوا من الأعداد السليبة إذا نضربوا هذا التأطير في العدد ناقص 1 إذا سيكون عندنا ناقص y محصور بين ماذا و ماذا ناقص y سيكون محصور نضربوا ناقص 5 في ناقص 1 ولكن قدرتوها للطرف الأيمن يتغير الترتيب إذا 5 ناقص 1 في ناقص 2 ستعطينا 2 سنجيبها للطرف الأيسر و نجيب لي x x محصور التأطير x محصور بين 2 و 4 نجمع x x x y محصور بين 5 زائد 4 2 زائد 8 إذا x y محصور بين 9 و 4 هنا قدرت لكم الطرق الطريقة المباشرة للفرق ولكن هذه أعلم أحسن طريقة و تخدمها نضرب x y ما هو x على y أصلا x هذا خارج عددين x و y كي يساوي x 1 و ما هو 1 على y هو مقلوب على عدد y إذا ماذا سنفعل سنؤثر 1 على y عندنا y محصور بين 5 و ناقص 2 عندنا قاعدة إذا كان لدينا عدد محصور بين عددين لهما نفس الإشارة ناقص 5 و ناقص 2 عندهم نفس الإشارة سنضرب المقلوب y 1 1 و لكن يتغير الترتيب سنضرب المقلوب ناقص 5 هو 1 على 5 ناقص 5 سننضرب المقلوب ثالثة إعدادة إن شاء الله سنضرب المقلوب على ناقص 5 قد طلعوا ناقص ناقص 1 على 5 ناقص 1 ناقص 1 على 5 سنضرب المقلوب ناقص 2 هو ناقص 1 على 2 إذا نضرب ناقص 1 على 5 ناقص 1 على 5 و ناقص 1 على 5 على 5 ناقص 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 X على 5 و لكن لاحظوا جيدا لماذا نحن X لدينا X محصول 2 سنضرب X 1 1 على Y و نضرب ناقص 1 و نضرب 4 على 5 لا لاحظوا جيدا 1 على Y محصول بين أعداد سريبة إذا في العملية نريد أن نضرب تأطيرها لأن الأعداد كامل يكون أعداد مجهب إذا ما سنضرب سنضرب ناقص 1 على Y سنضرب في العدد ناقص 1 لأن نضرب الأعداد السريبة إذا سنضرب في العدد ناقص 1 ناقص 1 سنضرب ناقص 1 على Y ناقص 1 في 1 على Y معدرة ناقص 1 على Y محصول سنضرب ناقص 1 على 2 في ناقص 1 ولكن سنضرب شيء تأطير في عدد سريبة تغير الترتيب إذا 1 على جهة سنضرب أو للطرف الأيمن وهذا ناقص 1 على 5 نضرب ناقص 1 سنضرب ناقص 1 على 5 سنضرب إذا جيد سنضرب سنضرب ونعود لدينا X محصور بين 2 و4 ناقص 1 على Y محصور بين 1 على 5 و1 لنضرب سنضرب X في ناقص 1 على Y حيث الأعداد موجبه X في ناقص 1 على Y ما هي ناقص X على Y ناقص X على Y سنضرب جوج في 1 على 5 بكل بساطة 4 في 1 على 2 و4 على جوج المطلوب في التمرين هو تقطير X على Y وليس وليس ناقص X على Y رائع بالعاني لكي نتخلص من الأعداد السليبة كيف سنضرب ونضرب على Y ناقص 1 ناقص X على Y في ناقص 1 X على Y ناقص في ناقص قلنا دائما نضرب في عدد سليب التأرتيب سنضرب على 5 في ناقص 1 ناقص 2 على 5 ولكن سنضرب الطرف الأيمن للتأطير 2 في ناقص 1 ناقص 2 سنجيبها الطرف الأيصر بكل بساطة إذا X على Y محصور بين ناقص 2 و ناقص 2 على 5 سنين التمرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته